المنشآت النفطية ستظل مغلقة ما لم تتحقق مطالب الشعب الليبي إعلان أصدره الجيش الوطني الليبي الذي أكد أن وقف الصادرات النفطية سيستمر وأن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية ستتم إذا نفذت أوامر الشعب الليبي حسب المتحدث باسم الجيش الوطني يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب أوامر الشعب الليبي بشأنها والقيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب المسماري استعرض جملة الشروط التي حددها الجيش الوطني مقابل إعادة فتح المنشآت النفطية ومن بينها مراجعة حسابات مصر في ليبيا المركزي ووضع آلية للتوزيع العادل للعوائد النفطية أولا فتح حساب خاص في إحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية ثانيا وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده ثالثا ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في المقابل سمح الجيش الليبي لناقلة نفط واحدة بتحميل شحنة نفطية وذلك استجابة لطلب المجتمع الدولي ودول صديقة في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام من قواتكم المسلحة وحتى لا تتأثر المنشآت بطول التخزين فقد استجابت لذلك وقد ثمن الجيش الوطني أيضا التفويض الذي منحه له الشعب الليبي وذلك من أجل التفاوض مع المجتمع الدولي بشأن الصادرات النفطية الليبية